مرحبا حبايب وفيكم برج التور أهلا وسهلا فيكم بالفيديو الطاقة المسيطرة على تفكيره لها الشهر لبرج التور إذن الطاقة المسيطرة لبرج التور رح تكون طاقة حب رح يكون برج التور حابب إنه يحب وينحب وبشكل عام يعني مشاعر الحب مش بس شخص وشخصة يعني مش بس واحد ووحدة بيحبه بعض لا ممكن الحب بين الأصدقاء رح يحاول ينشر الحب أو يعني لا إراديا بيشعر بهاي الطاقة عم تدفق في حياته في هذا الشهر كمان رح يكون في نوع من البذخ نوع من رح تصرف كتير يا برج التور بإرادتك مش غصبا عنك مش أشياء مثلا قانونية أو قروض أو شغلات أنت بتصرف عليها ولكن شايفيت لك هون إنك عم بتعيش حياة ترف عم تعمل شغلات يعني أو تشتري شغلات أعلى من دخلك أو أعلى من مستواك المادي أنت وقد يكون معناها أنه فعلا رح تتوفق بالمادة وتكون في ويلت بالموضوع يكون في فلوس بكثرة في يعني في حبايب برج التور كوي صعب ما رح أحكي لك إنه أنت طعنت من أشخاص أو كذا أنت كنت في طاقة اللي هو عدم الأمان ما كنت بشعر أبدا بالأمان من ناحية الأشخاص وإن كانوا أشخاص كويسين أو مناح أو كذا أنت فقدت نوعا ما فقدت الأمل في إنك تلاقي الشخص الصادق أو الأشخاص الصادقين ما بحكي بس عن العاطفة أنا بحكي هون بالعموم ولكن أنا شايفيتك في نهاية هاي المرحلة خلصت خلصت شطبت كل الاشروحات يعني شايفة إنه خلصت هاي المرحلة ورح تبلش المرحلة الثانية المرحلة الجديدة رح تكون فيها روحانيات أكتر يا برج التور قبل فترة أو الفترة الماضية شوي تناسيت الجانب الروحاني الأمور المادية أو مش المادية يعني ضروري يكون فلوس لا يعني كل ما هو محسوس ملموس مش معنوي كنت مهتمة كتير في هاي الأمور وشوي متناسي روحانياتك مع إنك من الأشخاص اللي يعني لما تكون روحاني بتدخل للعمق يعني بتحب الناس لبرج التور بيحبوا المالاوريات بيحبوا ما خلف الإشي مش الأمور السطحية بيحبوا العمق في الأمور بيحبوا يعرفوا حقاق الأمور يعني مش عارف شو كيف بحكوها بس بهذا الشهر رح تزيد كتير عندك هاي الطاقة رح يكون شخص في سبب سعادتك أو رح يكون رح يجيب لك خبر حلو رح يكون مصدر سعادة لإلك رح يكون برجه على الأغلب إما مائي أو ترابي وممكن يكون قوس ممكن يكون ممكن يكون قوس هذا الشخص آآ هذا على الأغلب بالنسبة للطاقات آآ كلها الموجودة بشكل عام لأنها هي هوائية آآ عنا الحمل برج أكتر إشي الأبراج اللي قلنا هوائية يعني بامتياز آآ نارية في مائية وفي ترابية لكن آآ الأكتر هوائية ونارية قلنا في آآ في قوس في الموضوع أو أسد آآ هذا الشخص اللي حيفرحك احتمال يكون قوس أو آآ أسد أو من الأبراج اللي قلناها آآ حبيبي التور في في أكتر من شخص أنت على خلاف معهم على أمور تافهة على أمور آآ سخيفة جدا آآ هدول الأشخاص يعني ممكن تكون امرأة هوائية أو نارية هاي الامرأة ممكن تكون من ضمنهم أو هي محراك الشر خلينا نقول هي اللي بتحرك الشر في الموضوع آآ رح تخط سلطتها أو رح تنتهي آآ أو رح تخسر الموضوع كله اللي هي عم تحارب عشانه وهذا رح يولد لك آآ انتصار كبير بالعمل يا برج التور بس آآ مش انتصار اللي هو سريع جدا لا رح يكون على مراحل هذا الانتصار فأنا بحكي لك آآ يعني يا برج التور قصدي يعني إزا خربطت آآ في أحيانا بالأبراج يعني اقرأوا تحت البرج ايش بيكون هو اللي أنا بكون نويت عليه وبيكون آآ قصدي آآ آآ لأنه اتماعشر برج في يعني بس هالواحد بنسى بس بيكون ناوي على برج معين أنا هون ناوي على التور فكل برج آآ يعني بنزله لحاله وبكون ناوي عليه آآ في الورق فيعني ما تخافوا من هاي ناحية حتى لو الواحد لخبط بلسانه بين اله بين برج والتاني آآ بيكون بسبب آآ تركيزي بالورق بسبب تركيزي مش بس بالورق آآ في أبراج في طاقات آآ في آآ آآ في يعني في كتير شغلات آآ يعني ممكن انه آآ تلفت نظر لواحد او يكون آآ عم بيفكر فيها طول الوقت لذلك بيخربط بين مثلا بدل ما يقول برج التور بيقول الحمل كذا احيانا بس المرجع نهائي هو تحت الفيديو شو مكتوب فهذا للتور اكيد آآ هاي المرأة اللي قلنا عنها هوائية او نارية رح آآ تنتهي وممكن يكون على فكرة كمان رجل لكن آآ على الاكتر امرأة هاي الامرأة رح آآ تنتهي سلطتها وانت رح تفوز عليها بنفس السلاح او نفس آآ خلينا نقول هي رح تاخد جزائها من جنس العمل اللي عملته رح يلف ويدور عليها فهذا نوع من الكارما انت رح يرجع لك حق من ورا آآ هذا الموضوع او بشكل عام رح يرجع لك آآ حق حبيب التور معلق حالك بشخص قديم بشخص شوي عنيد شوي ما عم يعطيك حقك في العاطفة انا عم بحكي ما عم يعطيك حقك متعلق في لدرجة المرض فما بحكي لك انه هذا الشخص بيستاهل بيستحق او ما بيستحق هاي مش قراءة عاطفية بحتة ولكن آآ بين عندي هذا آآ الموضوع هذا الشخص مش ناسيك هذا الشخص آآ تحت تأثير ممكن يكون آآ طاقات آآ سلبية من طرف آآ الثالث او اطراف آآ اخرى عم تدخل في الموضوع آآ شايفة انه هو مظلوم وانت مظلوم يعني مش انه زي ما انت مفكر آآ مبين فيه بعقلك الباطن امور آآ اتكدست او تراكمت ضد الشريك او ضد الطرف التاني آآ ولكن انت مخطئ في هذا الموضوع اللي مبين عندي انه آآ الطرفين انتو اخطأتو في بعض ولكن موضوع التعلق موضوع تاني يعني انك آآ اوكي حبه اعمل اللي بدك اياه ولكن ما تتعلق في الاشياء زيادة عن اللازم. كل اشي بزيد عن حده بقلب ضده. وهذا كمان بينطبق على العلاقات العاطفية. اذا تعلقت بالشخص زيادة عن اللازم فانت عم تفقده. انت عم بالمستقبل عم تحكي للكون انا ما بديه. في يعني برج التور من بعد ما كان في هاي الطاقة خلينا نقول اربع اشهر ماضيين كان في هاي الطاقة تقريبا طبعا انا ما بحكي بشكل يعني محدد تقريبا اربعة تشهر ترت تشهر. كنت فيه تعلق اه شديد في هذا الموضوع. اه وبتحاول انك تستشفي من هذا الموضوع. لكن انا شايفتك لحد الان ما عم تقدر تستشفي اه وعم تتذكر بقوة الطرف الاخر. عم بيكون الطرف التاني متمسك فيك وانت متمسك فيه. انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة خرافية بطريقة اه ولكن غريبين. انا ما بقول على شريك برج التور بس هو الغريب. انت غريب وعلاقتكم غريبة. علاقتكم مش اه مأسسة على اساسات صح. في امور كتير غامضة. في امور كتير تركتوها هيك للقدر وكان لازم انه تتفقوا عليها من الاول. عم بشوف فيه لخبطات عم بتسير كتير بسبب اه امور انتو تركتوها. عم بشوف برج التور بلش اوريدي بلش اوريدي يعني في موضوع اه عمل اه جديد او فرصة عمل جديدة ممكن حتى لو ما تكون لحد الان تبالورت. ولكن اللي مبين عندي انه اوريدي صارت يعني صار فيه فرصة اه عمل جديدة او نوع جديد من العمل اه برج التور اه صح روتيني. اه ولكن همه همه خلينا نقول الاول اه اللي هو العمل والمال والكزا فعم بشوفك متمكن. عم بشوفك متمكن اه كتير وسعيد جدا من الناحية العملية. عم بتحقق كتير اهداف اه ولو انها بطيئة ولو انها مجزئة يعني عبارة عن اجزاء ولكن انت ماشي في 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 المسار الصحيح. شايفتك اه قبل فترة بعدت عن شخص او اخدت قرار اه بانك تختار شغلة وتترك شغلة. اختار شخص وتترك شخص. ولكن انت لحد الان عم بتفكر وعم بت بتلف الفكرة في راسك كتير. ما عم تقرف ما عم تقدر تعرف انه هاد القرار اللي اخدته صحيح او غير صحيح. فعم بشوفك شوي متخبط هاي هاي الشهر يا برج التور. عم تتذكر القديم. وبرضو القديم عم براقبك وبتذكرك. عم بشوف واحد من الطرفين عم ببلش اه بانه يصلح الامور. وشايفيتكم انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة كتير حلوة. ولكن غريبة مبنية على شوية اسس. اه مش صح او مش مش متفقين على واحد اتنين تلات. لا تتركينها لل للوقت. لذلك اي اه اي مشروع طلاق او ارتباط هو مؤجر. في فكرة طلاق عند برج التور. في فكرة انفصال او في فكرة اه زواج ارتباط من شخص. اه ولكنه مؤجل هذا الشهر. ما رح تقدر تاخد هذا القرار او لو كنت بدك تاخد هيك قرار اه تبعد عن القرارات. المصيرية يعني خلينا نقول مش للقرارات العادية او الممارسات اليومية. اه القرارات المصيرية اللي فيها رجوع اللي فيها يعني طلاق او زواج. اه رجوع ممكن عادي جدا وارد انا شايفه فيه اه للناس المتبعدين اه رجوع. ولكن اه بالنسبة للقرارات المصيرية زواج طلاق? لا نأجل. ممكن بعد هيك. اه شايفيتك اه حبيبي برج الدور من بعد صدمة من الاصدقاء. من بعد اه خضلان من اه اه واحد من الاصدقاء او اكتر. عم بتكون انت المنتصر وعم بتكون انت اه اللي خلينا نقول اللي اللي في القمة وهو رح ينزل لتحد. فانا شايفه قدامك نصر حلو. نصر ممتاز في العمل. وهذا اللي بهمك اكتر شي. اه عم بشوف ممكن احتمال انه يكون في اه حمل مش لنساء برج الدور. لنساء رجال برج الدور. اكتر. ممكن يكون عند الجهتين. بس اكتر حمل عند الرجل انه رجل برج الدور مرته يكون عندها حمل. عم بشوفك اه يا انت يا حدا قريب منك. طالع من اه عملية يمكن اه او وجع بالظهر. باللي يمكن بالا اقدام او بالظهر اكتر. اه ولكن هذا الموضوع عم بيتم على خير وعم بيصير فيه استشفاء. هذا بشكل عام. بالنسبة للعزاب من برج الدور رافضين الهم فترة او ما بيعطوا ابدا مجال للجنس الاخر انه يدخلوا فيه اه علاقة. ولكن انا نشايف بنهاية اه شخص اه خلينا نقول مش علاقة عاطفية ولكن اه مثل زواج تقليدي اه رجل رح يتقدم. لبنات برج الدور ما ما دخل الشباب. الشباب خليهم على جنب. اه الشباب ممكن يتقدموا لبنت. اه الشاب برج الدور ممكن يتقدم لبنت. اه العازب اللي ما عنده علاقات ا او انه حدا منفصل عنه ا اعزب تماما او مطلق او ارمل يعني هدول الثلاث يعتبروا عزاب. فممكن ان يكون فيه فكرة mission اه زواج ولكن بدون علاقة يعني ما فيه علاقات في زواج تقليدي. ممكن انها تكون اه بهذا الشهر اه هاي الفرصة. خلينا نشوف اه اللي عم بيفكروا وعم بشوف على فكرة للناس حتى اللي مش اه مش منتبه انت يا برج التور في شخص من برج مائي اظن او هوائي اه هذا الشخص عم براقبك من بعيد هذا الشخص اه معجب. وعم بيدرس الامور عم بيدرسك من بعيد لبعيد. بالنسبة للي عندهم شريك واضح او ضامرين على اه الشريك الان عنده مشاكل كتير عنده اه اصطدام في العمل عنده مشكلة اه بالعمل ممكن اه عم تصابفه بهذا الوقت وعم بيكون خسران فيها. عم بشوفه شوي شوي عم يرجع لوعيه. اه عم يعمل استشفاء. عم بتكون روحانياته احسن. عم بتواصل معك روحانيا حتى لو كان اه بعيد عنك. عم بيفكر فيك وبيحلم فيك هذا الشخص. خلينا نشوف بشكل عام الاوراكلز. ازن برج التور هل في تحذير? اه عم بيحذر اكتر اشي مش اه كل برج التور عم بيحذر الناس اللي عندهم دراسة او انتحانات. اه الناس اللي عم بيدرسوا من برج التور عم بيحذرهم انه الحظ مش معاهم. كل الموضوع رح يكون النتيجة حسب تعبك انت وجهدك انت ويمكن اقل شوي. يعني اه حاول على قد ما تقدر انه اه تركز في الموضوع لانه ما رح يكون الحظ معك رح يعتمد فقط على جهودك. هذا التحذير اذا اه ايجا مش لكل برج التور للي عم يدرسه. اه اه بشبه شوي وضعه او بشبه حياته. و اه ما ننسى انه الانسان يعني من فصيلة من اي فصيلة كلها بنعرف. بيقولك انه التجارب اللي انت اه هلأ اه عم بتخوضها. التجارب مهما كانت سلبية اللي عم بتخوضها الان هي بتخدم اه موضوعك او هدفك اه او اه او اه اه ازاهيلر. يعني الامور اللي عم بتعيشها هلأ اللي عم بنشوفها التغييرات اللي عم بتصير ببرج التور هاي الاشهر هاي الفترة اه عم بتكون بتصب بمصلحتك. متل ما انا قلتلك بالشهر الماضي وانت اه فقط استقبلها ب بصدر رحب. وما تتتوتر كتير لانه برج التور بتوتر شوي لما يلاقي انه في اه مفاجآت او تغييرات اه من حوله. فلأ عم بيطمناك الوراء وبيقولك انه يعني شفت القفعة كيف عم بتكون اه بتلفلف حوالين الشغلات وكزا بيقولك انت كون فلكسبل متل هيك. يعني اه اخلق من من العثرة اخلق من العثرة شي اه مفيد اليك. خلي الامور تنعكز ل اه لصالحك. احيانا بنكون بظروف كتير سلبية اه ولكن بحركة الصغيرة الزكية ب بشوي اه نحرك مخنا شوي اه بتنقلب كل الامور لصالحنا احنا. اه بيقولك روح لروحك الحقيقية. رح تطلع من الظلام انت في ظلام او في اه ظلمة من من حولك عم بتحس بالتخبط. قلنا بعدم الامان كنت عم بتحس. اه بيقولك السعادة او النورانية او النور اه من داخلك. فانت ارجع اه لنفسك اه لا يتزهير. الضوء او الانارة او يعني هذا الموضوع بيكون داخلك انت لا تبحث عليه في الخارج ولكن هو في الداخل. هون بيحكي لنا لبرج التور انه بيكفي اه تحمل حالك مسؤوليات وتفكر بطريقة انك انت كبير بالسن او اه اتفكر بطريقة يعني برج التور دائما مكبر حاله وعم بيفكر بطريقة اكبر من عمره. فهون عم بيقول لك عيش حياتك عيش سنك انت اه مات اه مات تنكد على حالك اه بسبب اه امور انا ما بقول انه برج التور يعني نكد او كزا لا. بس هو شوي بيكبر الامور هاي الفترة. اه عم بيضخم الامور فبيقول لك لا يعني عيش حياتك عيش سنك. اه اليوم اللي بيجي.